في خبر هام جدا يا جماعة ومهم جدا وياريت نسمعه هذا تحذير للمغرب والجزائر وليبيا قبل ما نشوف الخبر ونشوف التحذيرات اللي جاية ياريت دايما يا جماعة في مثل هذا العصر وهذا العام قصوصا نقول اللهم ارحمنا من القادم وياريت يا جماعة نقول امين وتقولها من قلبك والاربع حروف دي والله ما هتخسرك ولكن اربع حروف هتكتبها يمكن يعني كلامك يصل الى السماء فياريت تقول امين من قلبك وما تخليش حاجة تمنعك ولا كبرياءك يمنعك من كتابة اربع حروف هنشوف الخبر مع بعض وعلشان يوصلك كل جديد ما تنساش الاشتراك في القناة الاشتراك مجاني والله العظيم فياريت تدوس على الزرار اللي تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك عشان يصلك كل جديد كمان ما تنساش عمل الاعجاب للفيديو دعما للقناة وما تنساش انشر الخبر وشير الخبر وشارك الخبر علشان الدال على الخير كفاعله فلازم تعرف الناس بهذه التحذيرات اول تحذير عندنا للجزائر وتحذير من الارصاد الجوية وده موجود في كل وكالات الانباء والصحف تحذير من سيول على المناطق الحدودية مع الجزائر ولسه في تحذيرات تانية للجزائر وده اعتبارا من يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2024 وحذر المركز الوطني للارصاد الجوية من سيول وجريان الاودية من المرتفعات الجبلية الجزائرية تاسيلي وجانت باتجاه المناطق الليبية منبها الى ضرورة الحيطة والحزر خاصة كرب مجاري الاودية وتوقع المركز في تنبيه جوي تكاثر السحب الرعضية خاصة بعد ظهر الاربعاء 4 ساعة 2024 على مناطق غات والبركة والعوينات وتهالة يصحبها امطارا غزيرة احيانا على المناطق الحدودية مع الجزائر وايضا بالنسبة لليبيا امن درنة تحذر المواطنين في ليبيا من تقلب الاحوال الجوية واصدرت مدرية امن درنة اليوم الاربعاء تحذيرا للمواطنين من تعرض المنطقة لموجة من التقلبات الجوية مطلع الاسبوع المقبل وذلك بدءا من يوم الاحد 8 سبتمبر الجاري دعية اياهم الى ضرورة توخي الحيطة والحزر وخلي بالكم يا جماعة في ليبيا ودرنا بالذات شافت حاجات كتير قوي فربنا معاكم وايضا تحذير من تساقط امطار رعضية واحوال جوية متقلبة في الجزائر وخلي بالكم انها تبقى امطار غزيرة جدا وامطار معتبرة اعتبارا من يوم الاربعاء مع تجاوز كمية الامطار الاربعين ملي كمان تحذير الى المغرب اعتبارا من غدا الخميس امطار رعضية في تقس المغرب من غدا الخميس وخلي بالكم لاخواتي واحبائي في المغرب وتتوقع المدرية العامة للارصاد الجوية بالنسبة ليوم غدا الخميس نزول زخات رعضية مرفقة ببرد وحبات سلج بهبات رياح بكل من مرتفعات الاطلس وسفوحها الغربية المجاورة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا جنوب المنطقة الشرقية كما يتركب ان تكون الاجواء رائمة احيانا بالشمال الشرقي للاقاليم الجنوبية واحتمال سقوط الامطار في هذه المناطق وفي المناطق السواحلية او الساحلية ربنا يرحمكم جميعا ويرحمنا جميعا قولوا امين اللهم يجعلها امطار خيرا باذن الله ويا جماعة انتظروني في الفيديو القادم مهم جدا والفيديو اللي هيظهر دلوقتي في وسط الشاشة ياريت تدوس عليه مهم جدا انه كنتوا تشوفوه اوعى تنسى تعمل الاشراك في القناة ليصلك كل جديد اوعى تنسى تعمل الاعجاب واللايك للفيديو واوعى تنسى تنشر الفيديو لتواعي الناس وتعرفهم ان في احوال تقصية مش كويسة فياخدوا بالهم من القادم ودايما نقول اللهم ارحمنا من القادم ياريت تقول امين شكرا لحضراتكم وكان معكم فادي فكري وإلى ان نلتقي اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع